روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي طالب اتحاد الكرة بالتواصل مع أندية الدوري ممتاز من أجل مشاركة لعبي منتخب الأولمبي في مباريات الدوري ده في الفترة اللي جاية وده لأن المنتخب مقبل على أولمبيات باريس إلا هتنطلق يوم 24 يوليو المقبل فريق المقاولون العرب فاز على فريق طلاق الجيش من نتيجة 3 واحد في المباراة لجمعتهم ضمن منافسات الجولة 26 من عمر دوري مصري ممتاز وبيحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر في ترتيب جدول الدوري برصيد 19 نقطة بينما تجمد رصيد طلاق الجيش عنده نقطة 33 في المركز العشر موسيقى موسيقى رابطة الأندية المصرية المحترفة صرفت مستحقات حكام الدوري الممتاز قبل أجازة عيد الأطحى وتسلم الحكام مستحقات إدارة 9 جولات من بطولة الدوري الممتاز في الجولة أو حتى الجولات 25 من مصابقة الدوري النادي الأهلي قرر تنظيم رحلات مجانية لنقل جماهيره إلى الأسكندرية لتشجيع الفريق في مبارات الاتحاد السكندري في الجولة 26 لبطولة الدوري المصري وأكدت إدارة الأهلي ضرورة استحاب أي مشجع تذكرة المباراة والفان آي دي الخاصة به وحذرت استحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت الثنائي محمد الجندي وملك إسماعيل اللاعبي منتخب مصر في الخماسي الحديثة نجح في التتويج بميداليا الفضية لبطولة العالم الخماسي ضمن منافسات تتابع المختلط وتقام بطولة العالم حاليا في الصين في الفترة من 7 حتى 17 يونيو الجاري لاعب الاسكواش المصري علي عزة لاعب نادي بلاك بول الرياضي فاز بالمركز الأول في بطولة إيطاليا المفتوحة للناشئين تحت 17 سنة والأقيمة في مدينة ريتشوني بإيطاليا في الفترة من 13 إلى 16 يونيو الجاري باشتراك أكثر من 300 لاعب ولعبة من مختلف الأعمار منتخب إنجلترا فاز على منتخب سربيا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب فليتنس أرينا بمدينة جلسن كريشن الألمانية وده في الجولة الأولى من مجموعة ثالثة في يورو 2024 المقامة حاليا في ألمانيا وبتستمر حتى 14 يوليو القادم منتخب سولفاني يتعادل مع الدنمارك في المباراة لجامعة المنتخبين على ملعب مرسيدس بينز أرينا في مدينة شتوتجارت الألمانية في أولى مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس أمم أوروبا منتخب هولندا حقق الفوز على بولندا في المباراة اللي أقيمت نبارح بينهم على ملعب فولجز بارك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024